بسم الله الرحمن الرحيم نعطي initial value أعطيها نعطي initial value بواحد بالإضافة للسيميكونن طب ممتاز نروح أنا وياك إن عرف متغير ثاني طريقة مختلفة شوي كيف يعني طريقة مختلفة شوي راح أعرف هذا المتغير بجوز هاي الطريقة أنت أول مرة تشوفها أني أجي أكتب int y بس قبل ما أكتب ال y أو أسمي هذا المتغير أروح أعطيهون إشارة ال ref أو إشارة ال reference وهجأ أقول له يساوي x بالإضافة للسيميكونن شو معناته الحكي هذا؟ آه هذا الحكي إنه أنا عملت alias alias لمين؟ عملت إنه ال y تكون alias لل x y تكون مستعارة عن ال x كيف يعني ما فهمت؟ آه هنا بهاي الحركة أنت زي كأنك بتخلي ال x وال y لهم نفس العنوان خنحكي كيف يعني نفس العنوان؟ يعني أي تعديل بتم على ال y راح ينعكس على ال x و هي تعديل على ال x راح ينعكس على ال y كيف يعني؟ يعني أنا هون لما يجأ وقولك c out ونقول له ال y equal وقيمة ال y بالإضافة ل end line وروح نعمل إنه إياك control f 5 لهذا الحكي شو متوقع يطبع لي هون؟ راح طبع لي يقلي إنه ال y equal 1 طيب ممتاز طيب ما انت عامل إنه ال x تسند ليها بال y آه ما بعرف إنه هذا الحكي راح يطبع عندي واحد بقولك لا روح نعمل شغلة زي هيك نقول له إنه y equal 5 بالإضافة ل Semicolon وهاي المرة بدل ما نطبع ال y لولا بنا روح نطبع ال x أقول له إنه x equal قيمة ال x روح نعمل control f 5 لهذا الحكي قال لي إنه ال x ما لها تساوي 5A طب كيف 5A؟ من قلتلك قلتلك إنه أي تعديل راح تعمل أنت على أحد المتغيرين هذور راح ينعكس على المتغيرين نفسهم كيف يعني؟ يعني راح نعتبر إنه ال x وال y لهم نفس العناوين كيف يعني نفس العناوين؟ يعني أي تعديل على ال x راح ينعكس على ال y وأي تعديل على ال y راح ينعكس على ال x روح نعم إياك نشوف مثال يوضح عندي العملية بشكل أكبر من هيك نتبع مع بعض هالمثال لنشوف شو ممكن يعطيني output ونفهم الفكرة بشكل أكبر من هيك في هذا المثال روح أنت أنا عرفت متغير أنتجة x ورحت بعديها عرفت متغير اسمه y وهذا المتغير الاسمه y عامل areas على ال x شو يعني areas على ال x؟ يعني إنه أي شغول بشتغل هنا على ال x راح ينعكس على ال y وإيشي أنا بعدله على هاي ال y راح ينعكس على ال x بالفعل روحت أنا عدلت على قيمة ال x ورحت حكيت إنه x equal 5 طيب ممتاز وبعدين شو عملت؟ آه بعدين روحت عرفت متغير اسمه z وبعد المتغير الاسمه z عامل areas على ال y شو يعني areas على ال y؟ يعني يتغيير راح يتم على ال y راح ينعكس على ال z طبعا لا تنسى إنه أنت في هاي الحركة خليت قيمة y أسندتها لل z يعني قيمة y هون اللي كانت عندي بقيمة ال x راح تنسندت لل z طب كم قيمة y؟ آه والله قيمة y أنا جبتها من وين؟ أنا جبتها من ال x طب كم كانت قيمة ال x هون؟ آه بقولك ال x هون أنت مش معطيها initial value بما أنك مش معطيها initial value أنا راح تكون القيمة هون عندك بقاربج يعني بقاربج يعني بقيمة عشوائية سالب كذا يعني المفروض تطلع عندي طيب ممتاز وبعد هيك رحت حكيت إنه ال x تساوي 5 بما أني حكيت إنه ال x تساوي 5 معناته خلاص y برضو قيمتها 5 وحكيت إنه يسند لي ال y لا z أو بعبارة أخرى حكيت له إنه z هي areas عند ال y عشان areas عند ال y قلنا أي تعديل بحطه أنا على ال y بنعكس على z والعكس صحيح طيب ممتاز لو سألتك سطر السي آوت الأولاني هذا اللي أنا قايل والله يطبع لي فيه قيمة ال x وال y وال z كم رح يطبع عندي؟ أها بالضبط زي أنت بتفكر رح ينطبع عندي هذا سطر كامل بخمسة ليش كامل بخمسة؟ لأن أنا ربطت ال x بال y بعدما ربطت ال x بال y القيمة تبعت ال y ربطتها مع z فزي كأني ربطت الثلاث متغيرات هدولة ببعض فأي تعديل رح يتم على واحد فيهم رح ينعكس على الباقي يعني أنا عدلت على ال x رح ينعكس على ال y ورح ينعكس على ال z ليش؟ لأنه أنا رابطتهم كلهم ببعض باعتبار طيب ممتاز أجلت هون حكيت أنه ال y تساوي 7 بما أني عدلت على متغير من هذول المتغيرات معناته المفروض ينعكس على باقي المتغيرات يعني ما جاء حكي c out ال x وال y وال z المفروض يطبع لي 7 أجلت أنا قلت له أنه ال y شو تساوي مرة ثانية؟ تساوي x زائد z ناقص 3 هذا الحكي شو متوقع أنت يعطيني قيمة لل y؟ طب كم قيمة ال x؟ بتقول لي اه ال x خمسة ما أقول لك لا غلط هون ال x مش خمسة ال x صارت سبعة عندي طب ليش صارت سبعة اه؟ لأنني هون غيرت قيمة ال y بما أني غيرت قيمة ال y رح تتغير قيمة z و بما أني غيرت قيمة z رح تتغير قيمة ال x طيب ممتاز يعني قيمة ال x عندي 7 7 زائد 7 قديش عندي 14 ناقص 3 رح يعطيني 11 لو رحت أنا وياك نفدت هذا البرنامج وشوفنا شو رح يعطيني طبع أني ال x تساوي 5 بالمرة الأولى بعدين طبع لي أنه ال x وال y وال z سبعة 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 وقال لي أنه ال x وال y وال z ثاني مرة ب11 طب لو أنت عملت عملية كالآتي وقلت بدل ما أنت بدك تعدل على ال y في هاي المرة رحت بدك تعدل مثلا على ال x خلنا نعدل على ال x نشوف شو بدي يصير وروح نعطيه قيمة 15 وركز لي على آخر سطر شو بدي يعطيني output ctrl F5 لهذا حكي قل لي أنه ال x 15 وال y 15 وال z 15 فالخلاصة أنه أي التعديل على أي متغير فيهم رح ينعكس على باقي المتغيرات وهاي كانت فكرة ال-alias بعد ما شرحنا فكرة ال-alias رح أنتقل أنا وياك لشرح موضوع آخر واللي هو ال-conistant variable شو يعني ال-conistant variable أو شو معنى كلمة كونست كونستانت من معناها ثابت شو يعني ثابت لو أنا وياك رحنا بدنا نعرف متغير معين قلنا انتجر x ويساوي 5 هذا المتغير اللي اسمه x أنا قادر أحساس أني أعدل قيمته فأي وقت بدي إياه وأي مرحلة أنا بدي إياها طيب لنفترض أن أنت بتعرف قانون معين كيف يعني قانون معين لاحظ في عندي ثابت في الرياضيات اللي احنا بنسميه ال-buy تمام؟ شو هو ال-buy؟ آه والله ال-buy هي قيمة عددية بتمثل عندي 3.14 بتلزمنا بحال المعادلات طيب هاي القيمة الخاصة في ال-buy هي قيمة أنا مش لازم أعدل عليها كيف يعني؟ يعني أنا لما أجي أقول باي تساوي 2 بتضاف إلى سيمي كولون أنا هون غيرت قيمة ال-buy بدل ما هي 3.14 لأ صارت 2 مع العلم أنه ال-buy لازم عندي ما تتغير ليش؟ لأنه لما أجي بدي أحسب ال-area تبعة السيركل لازم يكون عندي ال-buy 3.14 تقريبا يعني فأنا هون لازم أحفظ متغير ال-buy اللي عندي من التغيير يعني لما يكون المبرمج عندي نازل في هالسطور وبالغلط أجب أن يعدل على قيمة ال-buy حتى أنه ال-buy تساوي 20 على سبيل المثال بالغلط يعني هو مش منتبه لازم أنا أحذره أقول له ال-buy عندي ثابت هذا الثابت لازم أنت ما تغيره لازم أنت ما تتغيره لازم أنت ما تتغير أو تعدل على هاي القيمة فحللنا هاي المشكلة باستخدام فكرة ال-conistant شو يعني constant؟ يعني أجي قبل المتغير اللي عندي أكتب كلمة conist وأسكت أكتب كلمة conist وأسكت أجي أعدل أنا على قيمة ال-buy أجي أقول ال-buy يساوي 20 على سبيل المثال بإضافة ل-semicolon هون أعطاني error ليش؟ لأن ال-buy عندي conist شو يعني conist؟ لازم عندي إعطاها قيمة مرة واحدة فقط إذا أنت حبيت والله تعرف هذا المتغير اللي اسمه باي وتعطي سيميكونون في هذا الشكل لا هنا بقول لك error لازم ال-buy تعطي initial value مباشرة يعني تقول إنه والله يساوي 3.14 أو هاي قيمة بدك إياه المهم إنه ال-buy يعطى قيمة مرة واحدة بس ولا يعدل على هاي القيمة بعد ذلك يعني أنا بدي أجي أقول CN لهاي ال-buy مرة ثانية لاحظ ماله لاحظ أنا مش قادر يتعرف على هاي العملية ليش؟ لأنه ال-buy عندي conist شو يعني conist؟ يعني محفوظة من التغيير أو من التعديل بس لاحظ لو أنت في جملة cout روح تقولت له والله إنه ال-buy زائد 2 بالإضافة إلى end line هل هذا حكي بيضبط معك؟ ولا لا هنا نفكر أنا وياك كما برمجين هل أنت عدلت على قيمة ال-buy؟ هل قيمة ال-buy تغيرت عندي؟ لا والله هنا قيمة ال-buy ما تغيرت بس أنا عند لحظة الطباعة زدت على الناتج 2 زدت على الناتج 2 لو قلنا ctrl F5 لهذا الحكي قالني إنه 5.14 بتقول أنت هون عدلت على قيمة ال-buy؟ بقولك لا أبداً أنا هون ما عدلت على قيمة ال-buy بس عندما جاءت طباعة ال-buy طبعتها كطباعة روحت زدت عليها 2 بس هل أنا غيرت على قيمة ال-buy؟ هل حكيت إنه ال-buy يساوي 5 أو 6 أو 7؟ لا لحظة عملية الطباعة زدت عليها 2 فهذا الحكي مش تعديل في ناس يعني بلخبطوا كثير في الموضوع هاد بيجي بقولك مثلاً هاي عندي سطر c-out-buy زد 2 آه ما عملت وهذا الحكي error لا هون الحكي مش error لأنه مش معدل على قيمة ال-buy طيب نوسع هذا الحكي ونروح نحسب أنا وياك ال-area الخاصة بال-circle ال-area الخاصة بال-circle تطلب عندي شغلتين إيش هم؟ اللي هم ال-radius وال-buy قانون ال-area عندي هو عبارة عن ضرب ال-radius بال-radius ضرب ال-buy وروحنا وياك نكتب برنامج لينفذ هذا الحكي زي ما احنا بنعرف انه قانون ال-area الخاصة بال-circle هو عبارة عن-buy بال-radius بال-radius فروحنا وياك نعرف متغير نسميه R وروح ناخده بال-C-N يخلي المستخدم هو يدخلي ال-radius الخاصة في هاي السيركل واجه اقول له C-Out Please enter R وبعد هذا الحكي روحنا وياك نحسب ال-area الخاصة في هذا السيركل روح نعرف أنا وياك متغير نسميه A اختصار ال-area وشو يساوي ال-A هاد هذا ال-A راح يساوي عندي ال-area الخاصة بال-circle شو قلنا قانون ال-area الخاص بال-circle وهو عبارة عن-buy ضرب ال-radius مضروب بال-radius مرة ثانية ونيجي نقول له هنا C-Out area circles equal بالاضافة لقيمة ال-A وهي اعطينا endline بالاضافة لـ semicolon روح نعملنا control 5 لهذا الحكي يلي بليز انتر اه اختصار ال-radius روح تدخلت له اثنين عسابين مثال وكبست انتر يلي ال-area لهذا السيركل زمالها 12.56 طب شو رايك انا وياك نروح نجمع الفكرتين اللي حكمناهم بالشوي اللي هم ال-Alias وال-Constant روح ناخد هيك track عليهم بسيط لاحظ هون عرفنا بتغير اسمه i وعطنا initial value بواحد واجاينا حكينا انه integer علامة ref بالاضافة لـ j equal i هذا الحكي شنو معناته او هاي الطريقة شو سميناها سميناها ال-Alias اه معناته انه ال-J ال-Alias على ال-I ايه التغيير بتم على ال-I بتم على ال-J والعكس صحيح واجت حكيت cout j بالاضافة لـ قيمة ال-J طيب هذا الحكي شو حيطبع عندي هذا الحكي زي ما احنا عارفين حيطبع عندي واحد طيب اجيت انا عملت حركة زي هيك شو قلتلو قلتلو constant integer واجيت حكيتلو علامة ref وال-K واجيت حكيتلو equal j شو معناته هذا الحكي اوه معناته انه انا روحت اعملت ال-Alias لل-J طيب لو روحت اعملت انا حركة زي هاي حكيتلو انه ال-K يساوي ال-I بالاضافة لـ semicolon هذا الحكي رح يزبط رأى هذا الحكي ما رح يزبط ما رح اقدر انا اربط ال-K بال-I ليش؟ لانه هذا الحكي معمول له واتفقنا اي شغل معناته ال-conistant بتنعطى مرة واحدة اثناء وما بزير انا اعدل عليها مرة ثانية فيه تنبيه بسيط انا بدي انابعك عليه بالنسبة لل-Alias انه انتو هون بدك تعمل مثلا J-Alias مع رقم مش مع متغير هذا الحكي رح يطيك error ما رح يزبط معك لازم يكون عندك متغير بسرع اساس انك تبك تربط عناوين ببعض مش متغير لرقم وهنا نوياك ممكن انهينا شرح على هذول الفكرتين بتمنى يكونوا خفاف والطاف عليك نشوفكم بالفيديو الجاي موضوع من اهم مواضيع C++ يعطيكم الف عافية السلام عليكم